الوضع بيشتعل على الجبهة الشمالية الحزب اللبناني يطلق عشرات الصواريخ على الجولان السوري المحتل والكيان يقصف مخازن صواريخ لبنانية بتقع لأول مرة على مسافة 80 كم في البقاع اللبناني في تغيير واضح لقواعد الاشتباك العسكرية والوضع بيتجل التصعيد دلواتي وبوادر حرب عالمية في الشرق الأوسط والحزب اللبناني بيواجه صفعة قاسية لجيش الكيان ويفضح جهزية جيش الكيان العسكرية ويكشف مستوى الاستعداد القتالي الفاشل للكيان تعالوا بنا نعرف التفاصيل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دلوقتي في تطورات كبيرة على ساحة الحرب الشمالية بين الحزب اللبناني وبين الكيان التطورات حصلت بعد تعصر المفاوضات بين غزة وبين الكيان مع إصرار الكيان على احتلال الشريط الحدودي بين غزة وبين مصر وعدم الانسحاب من محور صلاح الدين أو محور فلادلفيا وكمان عدم الانسحاب من محور ناتساريم بشكل يهدد بانهيار الفرصة الأخيرة لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الطويلة في غزة مشكلة نيتنياهو زي ما سبق وقلت في فيديو البقرات الحمراء هيزر دلوقتي لينك الفيديو على الشاشة أنه قلت أن نيتنياهو مش عايز يوقف الحرب لأسباب متعددة وبيحاول يهوم العالم أنه بيقوم بالمفاوضات وجولات تفاوض مع الوسطاء لكن نيتنياهو بيحط شروط تعجزية بتمنع من تفعيل وقف إطلاق النار ونتنياهو مصمم على استكمال الحرب والزهاب إلى أبعد مدى ودخل الحزب اللبناني بيحاول يضغط على الكيان بأي شكل من خلال الكشف عن قاعدة الصوريخ اللبنانية عماد أربعة الموجودة في أعماق جبال لبنان لبنان حاول تواجه رسال ردع نفسها للكيان أن الحرب هتكون مكلفة جدا وصعبة ومستحيلة على الكيان وأن الأفضل للكيان أنه يسارع في توقيع اتفاق وقف إطلاق نار بأسرع ما يمكن حتى أن الحزب اللبناني أعلن بشكل مباشر كمان إيران أنهم يخفضوا مستوى التصعيد العسكري مع الكيان وتخفيض مستوى الهجمات العسكرية في وقت التفاوض وفي وقت جوالات المفاوضين اللي حصلت في قطر من كام يوم حرصا على عدم تعطيل سر المحادثات الدولية لوقف إطلاق نار في غزة وعدم إعطاء الكيان زريعة أي زريعة لمواسطة الهجمات بحجة راد المضاد على الحزب وعلى إيران لكن مع ذلك نتنياو بلغ فريل المفاوضين بتوعه بعدم الانسحاب من محور فيلادلفيا وده المحور اللي بيربط غزة بالحدود المصرية كمان أعلن نتنياو أنه مش ينسحب أبدا من محور نات ساريم وده الممر اللي أنشأته قوات الاحتلال في حرب غزة وده الممر اللي بيفصل شمال غزة عن جنوب غزة يعني ممر بيقطع غزة من المنتصف بالتالي ده معناه أن جيش الكيان عايز يظال موجود في قلب غزة ومحاصر شمالها وجنوبها حتى بعد وقف إطلاق النار وعايز كمان يكون موجود على الحدود مع مصر ومسيطر على الممر الوحيد أو المعبر الوحيد اللي بيربط غزة بالعالم الخارجي مع مصر يعني من الآخر نتنياهو عايز يفضل موجود ومسيطر سيطرة كاملة على غزة ومحزمة من جمال الاتجاهات وحرمها من كل حاجة هي دي يا جماعة شروط نتنياهو لوقف إطلاق نار شروط عباسية بالمعنى الكامل بالله عليكم ده كلام واحد عايز وقف إطلاق نار ده كلام واحد عايز يوقف الحرب فعلا ولا واحد بيستهبل وبيستعبط وبيهبل بأي كلام وبيحط شروط تعجزية كاملة عباسية مستحيل حد يقبالها في غزة عشان يقول للعالم أنا كنت عايز تفاوض وعايز وقف إطلاق نار لاجن الجانب الثاني أهل غزة هما اللي رفضوا شروط وقف إطلاق نار وده عشان نتنياهو يضحك على أهل الأسرة في الكيان ويجيب سبب فشل اتفاق وقف إطلاق نار على الفلسطينيين يعني قيمة الاستهبال والاستعباط وده جماعة بيهدد باستكمال الحرب إلى مالة نهاية وهنا جي دور الحزب اللبناني اللي باسعى دلوقتي بكل قوة للضغط على الكيان وإشعاره بالتهديد وبيزود الضغط على الحكومة المجنونة اللي بتقود الكيان الحكومة اللي بتفكرني بالضبط بنظام أوكرانيا نظام زيلينيسكي اللي اتنين يا جماعة عايزينها نار وعايزينها حربة عالمية تلتة الحزب اللبناني بيحاول دلوقتي يضعط على الكيان وعلى الجبهة الداخلية في الكيان من خلال الكشف على مواقع وقواعد الصواريخ الباليستية والصواريخ أرض أرضي الموجودة تحت الأرض قاعدة عماد أربعة ومن خلال تكسيف عمليات الاستطلاع والاستخبارات ومن خلال تكسيف عمليات اطلاق الصواريخ في عمك الكيان ومن خلال إعلان التحدي والجهزية لخوض حرب شاملة ضد الكيان المجنون كمان قامت قوات الحزب اللبناني بإرسال مسايرات استطلاع واستخبارات بدون طيار قامت بالتحليق فوق منزل رئيس وزراء الكيان نتنياهو على البحر المتوسط في الرسالة رادعة نفسية معناها أن الحزب يقدر يوصل لك ويستهدفك لو الحرب بيتحار بشاملة حرب مفتوحة ساعتها يكون كل شبر وكل هدف حيوي واستراتيجي وكل شخصية هامة في الكيان هتكون في موضع الاستهداف وتحت خط النار الحاجة للدحك دلوقتي أن وسائل الدفاع الجو الخاصة بالكيان فشلت في رصد اقتراب المسايرة اللي قامت بالتحليق فوق منزل نتنياهو على البحر المتوسط واللي قام برصد طيارة لبنانية المسايرة رادار سفينة عسكرية تابعة للكيان في البحر المتوسط راح تبلغت قيادة قوات الدفاع الجو الخاص بالكيان اللي قلت احنا ما رصدناش اي حاجة هو ما شوفناش حاجة واضطرت وقتها قوات جيش الكيان الى الدفع بعدة مقاتلات اعتراض F-15 و F-16 للبحث عن المسايرة اللبنانية الشبحية اللي قامت بالتصوير والاستخبارات وجمع المعلومات العسكرية ورجعت بسرعة الى القادة بتاعتها اللبنانية وعلى موسط مقاتلات سلاح الجو الخاص بالكيان كانت الطيارة اللبنانية رجعت مكانها واختفت تماما بالتالي يا جماعة احنا قدام جاهزية ومستوى سعدات قتالي عند الكيان زي الزفت يعني لا فيه دفاع جوي ولا فيه شبكات رادارات ولا فيه تغطية رادارية والقوات الجوية نايمة ولا فيه قدر على رصد وتعقب المسايرات الكاميكازي او الاهداف الجوية لان ببساطة شبكات الدفاع الجوي الخاصة بالكيان تم سنزافها بشكل تام في حرب الكيان مع غزة والمنوشات مع لبنان وايران على مدار عشر شهور كاملة والنتيجة دلوقتي ان المجال الجوي للكيان اصبح مكشوف تماما والمسايرات اللبنانية والايرانية بتتفسح فيه واصبعت بتصل الى عمك الكيان وبطير حتى فوق منزل رئيس الوزراء الكيان نتنياهو يعني شفتم فضيحة اكبر من كده فضايا عسكرية بتقول ان الكيان غير قادر وغير جاهز لحرب شاملة مع لبنان او حتى ايران وكل اعتماد الكيان دلوقتي على حاملات امريكا وعلى سفن امريكا اللي مش هتحمل كيان ابدا من هجمات المسايرات الكاميكازي او الصواريخ اللبنانية قصيرة المدى اللي هتنطلق من كل مكان من جنوب لبنان وهنا الكيان بدل ما يلم نفسه مع اللبنان وبدل ما يحاول يهد الوضع في لبنان ويروح يعمل اتفاق وقف اطلاق نار مع غزة راح جيش الكيان وهاجم العمك اللبناني في البقاع اللبناني اللي بقع في شرق لبنان على مسافة 80 كيلو متر من الحدود مع الكيان وده اعمق واكبر مسافة جيش الكيان بيستهدفه في لبنان بالتالي الكيان كان بيحافظ او محافظ في الوقت اللي فات او في الشهور اللي فاتت على قواعد اشتباك وكان بيقوم بقصف اهداف محددة في جنوب لبنان وعدم توسيع دائرة العمليات العسكرية او التواغل في العمك اللبناني لكن دلوقتي يا رجالة الكيان خلاص كسر قواعد الاشتباك ويتخطى الخط الاحمر مع لبنان وقصف اهداف ومخازن صوريخ لوجستية طبع للحزب اللبناني على مسافة 80 كيلو متر في العمك اللبناني وده دفع الحزب اللبناني من شوية للراضي بكسافة من خلال اطلاق 55 صاروخ ارض ارض استاد فيه الحزب مناطي الجولان المحتلة في سوريا يعني في دلوقتي تجاوز او تغيير لقواعد الاشتباك بين الحزب وبين الكيان وتم اسهداف مقار الفرق 210 فرقة الجولان وتم اسهداف مقارات المدفعية ولواء المدرعات الخاصة بالكيان بالتالي المنطقة دلوقتي بتنزلق لحرب اقليمية شاملة قد تتوسع لحرب عالمية ثالثة لو تدخلت اطراف دولية فيها زي ايران وسوريا ومصر والاردن وروسيا وكرة الشمالية وامريكا والنيتو فالعالم دلوقتي كل على صفيح ساخن بسبب فرد واحد بس بايدن المجنون اللي اطلق ايد زلينيسكي امام روسيا لاشعال الحرب في اوروبا وفي نفس الوقت اطلق ايد نتنياهو لاشعال الحرب في الشرق الاوسط بايدن يا جماعة لو اختفى من الساحة الدولية وجي رئيس امريكي عائل العالم كله هيهدى تماما وربنا يعادل كام شهر جايين دول على خير لحد الانتخابات الامريكية ونرتاح من بايدن بكده الفيديو خلص لو عجبكم الفيديو ما تنسوش دعم القناة لايك وشير وسبسكرب للقناة اشوفكم الفيديو جاء ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة